موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع المهندس مطلق الدعيج وفي مقطع جديد وهو موضوع قديم من الستينات وهي قصة التيتانيك حقيقة قصة التيتانيك يا أخوان ربما البعض يغفل عنها هي مصممة إنشائيا بالشكل الصحيح لكن حدث في يوم من الأيام وبالليل حينما كان طاقم السفينة بالليل نائم مر على الآيسبيرج الجبل الجليدي يا أخوان كان من الخارج صغير ولكن من العمق كان أكبر أضعاف ضعفين فكان الثلث الأول بارز خارج سطح البحر والثاني اللي هو الثلثين أعمق في سطح البحر ففي ذلك الوقت يا أحبه هي قصة جميلة فعلا لكن كانت مأساوية من الدرجة الأولى وذلك أن طاقم السفينة كله نايم في تلك الساعة ولم يستيقظ إلا ذلك الذي كان يقود السفينة وانتبه في الوقت الغير مسموح له ما يقدر في هذا الوقت أن يبين عن الآيسبيرج الجبل الجليدي فحاول أن يتفادى بكل طريقة إلا أنه استضم بجانب ذلك وأدى ذلك إلى حدوث أضرار كبيرة في عمق السفينة العمق الداخل يا أحبه نصف السفينة الداخل مصمم تصميم إنشائي من ستيل وكان هنا عبارة عن غرف فاضية الغرف الفاضية هذه ربما إذا حدث حادث فيستطيعون أن يسيطرون على ذلك الجزء من المكان ويقفلون تلك الغرف لذلك عمق أو قاع السفينة كان مصمم إلى أجزاء إذا حصل مشكلة في أي غرفة من تلك الغرف المغلقة تماما يستطيعون تحكم في تلك الغرفة ويقفلون ذلك المكان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة من قبطان السفينة وأعضاء الطاقم كله ولم يسيطروا على ذلك المكان يعني ذلك الشق أو ذلك اختراق من الجبل الجليدي في تلك الغرفة كان يستطيعون أن يتحكمون به ويغلغونه تماما حتى لو دخل الماء داخل في السيف سايد لكن تأخرهم هذا أدى إلى أن الماء يدخل في جميع الغرف لقاعة تايتانيك اللي هو السفينة فاضطر فيما بعد ذلك الحمل والضغط الزايد انكسرت السفينة بالنصف وأغرقت بالكامل لذلك يا أخوان كان هذا هو المشكلة الأساسية تلك المشكلة هي التأخير عامل التأخير أدى إلى دخول الماء إلى جميع الغرف في قاع السفينة وبعد ذلك صار حمل ثقيل اللود لم تتحمل السفينة فانكسرت بالنصف وراحت إلى المحيط طبعا هذا يسمونه ديب أوشين المحيط بحيرة من ليفربول من مدينة ليفربول المملكة المملكة المتحدة مدينة ليفربول متجهة إلى نيويورك وتعرفون أنتم هذا يعتبر أقرب لمدينة المملكة المتحدة لبريطانيا أقرب إلى القطب الشمالي فمرها هي من جانب آيسلندا آيسلندا في الشمال وغرينلندا في الشمال هي في الجزء ذلك فمعرضة لحدوث ظهور الجبال الجليدية اللي يسمونها آيس بير فكان هذا من سوء حظها أنها اصطدمت في ذلك الجبل وعدم الاستجابة السريعة لذلك الخلل أو الطارئ أدى إلى تفاقم المشكلة ودخول الماء إلى قاع الغرف الكبيرة في السفينة وانفجرت أو انقسمت إلى نصفين وحدث غراق تلك السفينة ونجى من نجى إلا قليل من من نجى والأموات كانوا أكثر بكثير وقصة مأساوية وكان ذلك أيضا الهندسة الميكانيكية والمهندسين المدنيين هم المسؤولون عن إنشاء تلك السفينة لأنها عبارة عن ستركشورال ستيل كلها ستيل بستيل والمهندسين الميكانيكيين أيضا يتشاركون مع المهندسين المدنيين في تصميم ذلك الأسطول الضخم هذه كانت هي أكبر سفينة في ذلك الوقت أبحرت وكانوا يتهولون من وضع تلك السفينة ضخمة وجميلة وما فيها من القصص الكثيرة هذه هي تيتانيك أول سفينة ضخمة وبحيرات في ذلك الوقت في أوروبا متجهة إلى أمريكا بالذات مدينة نيويورك إذا حسيت أن عجبك المقطع واستفت من تلك القصة يليد تشترك هنا في الرابط هذه هي قناتي اشترك بقناتي وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وتكون أنت أول من يطلع على تلك المقاطع أول بأول اشتركوا واستفيدوا هذه هي اليوم قصة عابرة أحببت أن تشاركوني فيها لأن كثير من الناس يحبون تلك القصة قصة جميلة ومأساوية في نفس الوقت هذا بختصار وفي مقطع جديد نلقاكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر